نهاردة الاتحاد المصري لكرة اليد قرر تعيين أسطورة حراسة المرمى الكابتن الكبير كابتن حماد النقيب مدربا لحراس المرمى خلال بطولة كأس العالم لكرة اليد بطولة العالم اللي هتقام في بولندا والسويد خلال الفترة من 11 إلى 29 يناير المقبل وانتخب مصري بيستعد حاليا المشاركة في البطولة لعم مباراة ودية أول مباراة مع منتخب قطر وانتهت بفوز منتخب مصر بنتيجة 21-18 واليوم الخميس هتقامل مباراة الودية الثانية بين المنتخبين وكمان منتخبنا هيعمل معسكر في رومانيا وفرنسا قبل الصفر إلى السويد للمشاركة في هذه البطولة بالمراسبة دي كاميرا برنامج رقم 10 كانت في المباراة الودية بين مصر وقطر ورصدت استعدادات المنتخبين تعالوا نشوف هذا التأرير وبعدها نروح لفاصل ونرجع مع زملنا المميز جدا محمود شاكر محلل برنامج رقم 10 ومرسلنا الرائع جدا خلال كأس العالم في قطر نسأله عن الكواليس نسأله عن الأيام العظيمة اللي عاشها هناك أبرز المشاهد اللي شافها هناك بعد هذا التأرير وبعد هذا الفاصل نلتقيكم مرة أخرى خليكم معنا بالنسبة للمباراة اليوم هذه دعوة كريمة من أخونا رئيس الاتحاد المصري الأخ الدكتور محمد العمين اللي كي نستعد لبطولة كاس العالم المقامة في بولندا والسويد أعتقد بطولة العالم قريبة جدا يعني تقريبا ثلاثة سابيع بنلعب مبارتين ويدتين مع منتخب مصري بالمنتخب القوي استعداداتنا عسكرنا في إسبانيا لعبنا مبارتين في إسبانيا قبل لا نجي هنا الآن عندنا مبارتين وإن شاء الله في الدوحة بنلعب مبارتين مع منتخب أوروبي وبعد ذلك سوف نذهب إلى بولندا للقاء المنتخب الألماني في أول مباراة في كاس العالمي بطولة يعني عالمية قوية جدا بطولة مثل ما قال سموه الأمير الشيخ تميم بطولة العرب العرب كلهم اتحدوا في هذه البطولة وعملوا عمل جبار نشكر كل أخواننا العرب اللي ساعدوا في هذه البطولة أعتقد بطولة العالم لكرة القدم برهنة للعالم كله أن الدول العربية أو أي دولة عربية بمقدورها أن تقيم مثل هذه البطولات الحمد لله هذا ما كنا بحسن الصورة في مبارات ثانية نقدم بحسن صوراتنا إن شاء الله ومبارات ضد الشريق منتخبنا منتخب مصر كان احتكاك جيد وفايدة لنا في المستقبل بطولة العالم وإن شاء الله ألا يقدم الجاي إن شاء الله أنا مستعد على حسب عندنا مبارتين ضد منتخب مصر وإن شاء الله لكنا نحن نحسن طلن إن شاء الله نحن نستعد بأن شهر جمعنا في الغرداء ورحنا وجينا عشان بنا أهل لكس العالم ودي موتشاط وليسه في رومانيا وفرنسا إن شاء الله عايزين نأخذ مدارة في كس العالم يعني كاكت مبارك وإيسا والعمال اللي علينا إن شاء الله بس فيه أحسن إن شاء الله الموتش الجاي أكيد طبعاً أداء كويس جداً خصوناً إن إحنا فيه لعيبة كتيرة جداً أول مرة تلعب منتخب أول فيه لعيبة اللي هم لعبت الشباب خمس أو ست لعيبة وفيه لعيبة تانية وكبار بس أول مرة يشاركوا النهاردة فأنا شايف إن هو أداء متميز جداً وإحنا بناخد الإعداد خطوة خطوة فالنهاردة كان أول خطوة وعملناها كويس وإن شاء الله بعد بوكنا عندنا موتش تاني معهم وعندنا معسكر رومانيا ومعسكر فرنسا فإحنا شغالين إعداد لكاس عالم وأنا شايف إن إحنا شغالين كويس وإن شاء الله ربنا نكرمنا ونحقق مركز أفضل من كاس عامل لفات بإذن الله إحنا عندنا موتشين قطر دلاتي ويوم 27 و28 عندنا بطولة ودية في رومانيا بعد كده هنرجع مصر مسافرين بعد كده فرنسا يوم 3 واحد عندنا بطولة ودية في فرنسا ومن فرنسا هنطلع ديركت على السويد وأتمنى إن إحنا بقول لك زي ما بقول لك ناخد الخطوة بخطوة بحس إن إحنا نوصل لكاس عالم يبقى كل لعبة في الفور من تهيتها إن شاء الله